بحق هذه الليلة الكريمة أسأل عز وجل أنه يوجعني ويجهرني في أولادي وفي رزقي وفي عملي وفي حياتي وفي ديني وأنه يفضحني بين الخلائق لو كذبت بكلمة واحدة أولا أنا لم أكن أعرف نهائيا ولم أعرف أبدا أن علي البخيتي أساء ذاك الأسفيه أساء للنبي صلى الله عليه وسلم لسبب أن علي البخيتي ليس من عالمي وأنا لست من عالمي ولا أتابعه وله في عالمي نهائيا بتاتا الذي عرفت عن علي البخيتي أنه ألحد ألحد وصار أمريكا مدري سار عفا هولندا مدري في أي دولة ناسي لها الآن وأنه ألحد وكفر بما أنزل على محمد أما أني سمعت أنه أساءل النبي أو أساءل صحابته أو أساءل أو أساءل لله لا أدري عن ذلك شيء أنا حلفت وأقسمت بالله كل الذي عرفته أنه أنه ألحد وكفر وخلاص أصبح رجل ملحد ومن الفيديوهات التي تابعت له من الفيديوهات التي تابعت عنه أنه دخل شخص دخل شخص بيسألي يقول أنا أشتي أتقدم لبنتك أشتي أتقدم لبنتك توجان فقال له والله هذه حرية شخصية إذا أنت تكمل دراستك أن فيديو موجود لا تقولوا شاني بن أألف أو علي البخيتي إذا دخل أهانا وشاف هذا البث وقال لنا أألف أو أننا أحاول لنا أسيء إلى شرفه ولا أرضه قال بهذا النص رد على الشخص صرت في فيديو قال للشخص قال يا ابنين أنت تكملت الدراسة معك شهادة بهذا المعنى كمل دراستك وبعدها جي وإذا جيت مثل ما تواصل مع بنتي توجان وهي بعدها سدنتوا إياها سدنتوا إياها إذا قالت تمام يعني تواصل مع توجان هو ما لش دخل في الموضوع ولا لدخل في الحزبة الفيديو موجود في المواقع التواصل هاتبسروه هذا كل ما رأيت عن علي البخيتي أو في مواضع أو في مواضيع يتحدث عن السياسة بالصدفة رأيتها في مواقع التواصل ها النقطة الثانية النقطة الثانية الناس الذي بيحبوني ويعرفوني عز المعرفة ويعرفون أنني لا أروج لي علي البخيتي ويعرفون أنني لا أحبه ولا أحب ما يصنع ولا أحب الفكر أو الطريقة التي يأتي بها أو الفكرة الدخيلة الذي دخل عنينا بها ويعرفوني عز المعرفة يعرفون أنني لست أتوجه لهذا المتجأ ولا لي علاقة بهذا تماما الذي زعلوا مني أني ظهرت معه ظهرت معه فأنا أقولها بكل شجاعة والذي زعلوا مني والذي انجرحوا بسبب أنه ظهر معي أو أنا ظهرت معي في بث مباشر أقولها بمل ألفاء ومن أعماق أعماق قلبي أنا أعتذر من أعماق قلبي ومن روحي لأني ظهرت معه علي بخيتي أو ظهر معي وظهوري معه لم يكن على دراية بما صنع أو ما قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم والذي قالوا ليش ما ادافع عن النبي أنا لم أسمعه ويتحدث عنه وإن كان تحدث فرديه واحد لعلي البخيتي خسرت النبي أولا خسرت النبي صلى الله عليه وسلم وخسرت الدين الجميل خسرت الله وخسرت رسوله وخسرت الدين الجميل الذي صانك وصان عرضك وصان زوال عقلك من المسكرات وصان حياتك وصان شرفك من البهد الذي تتبهدل فيها ودخلت فيها أنت وأسرتك أو عبذت في حياتك في هذه الدنيا خسرت ذاك الدين خسرت السلف والشرع والقبيلة والأصول والأصول اليمنية التي صانتك وأنت في اليمن وأنت كنت ملتزم بهذا الدين أو معتنق هذا الدين الجميل الذي سترك الذي سترك طيلة هذه المدة وبعد فترة خرجت خرجت وأصبحت أضحوك وأصبحت أضحوك ومسبة ومسبة للصغير والكبير مسبة للناس كلهم أنا أعتذر من أعمى قلبي أعتذر من أعمى قلبي للذين جرحوا أو أخذوا نظرة خاطئة عن نبيل الأنسي أنا أتحدث باسمي لا أتحدث باسمه علي حجوري ولا أتحدث باسم أي أحد أتحدث باسمي أنا لأنني أحترم نفسي وأحترم الناس وأحترم ديني وأحترم محمد بن عبد الله وأحترم الله عز وجل وأحترم مشاعر الناس ولا أحب أن أخذش حياة أحد أعتذر للجميع على ذاك الظهور ربما بلال أخذ نظرة سيئة وكان يعتقد الشيخ بلال الزهيري أو غيره كانوا يعتقدون أنني أعلم بما صنعه علي البخيتي عليه من الله ما يستعق والذي في نفس الوقت أتمنى لا الهداية مثل غير أي مرتد أي مرتد أو من الحد أتمنى لهم الهداية مثل ما يتمنى أي رجل في قلبه ذرة رحمة ولا ذرة طيبة أنه الناس كلهم يدخلوا في دين الله ويرجعوا إلى ما رجعوا إليه علي البخيتي الذي أصبح 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 على كل لسان علي البخيتي الذي تركوه أغلب رجال الدين الذي ما قال ما تحدثوا عنه ولا ألزموه الحجة إلى اليوم إحنا قلوبنا بتحرك بخصوص هذا الموضوع علي البخيتي الذي بسببنا إحنا بسببنا كلنا مشايخ وفنان وأصغار وكبار بسببنا بسببنا علي البخيتي أكرر المرأة المليون وصل وحصد ملايين المتابعات وحصد كثير من المتابعين أيضا بسببنا إحنا بسببنا إحنا بسبب ما نتحدث عنه ونتكلم عنه في كل شاردة وواردة وكل ليلة وإحنا بعيد عن هذا الموضوع علي البخيتي الذي لو كلنا فعلنا له بلاغ أو عليه بلاغ أو فعلنا له حضر أو طنشناه بالأصل أو طنشناه بالأصل أنا أحل فيه من بالله كذا لا يرجع للإسلام ليش علشان لا يفقد شهوته التي التي يحرص على بقاءها في حياته وهم تابعة الناس وإثارة الجدل وإثارة زعزعت الفكرة السليم في عقول الناس متأكد لو يفقد هذا الشيء مننا كلنا حي يرجع حي يرجع للإسلام ليش عشان يرجع لل زيادة تابعات ومشاهدات حبيت أني أوضح في هذا البث الصغير هذه النقاط التي فاتت على الكثير والذي لا زال البعض إلى اللحظة هذه والذي لم يعرفوا حقيقة الأمر والذي تهمون إن أنا أروج لعلي الأروج لمن أروج لمن لمن أروج أروج لذاك الأتافة وأكرر أسأل الله عز وجل أنه يحرمني أولادي وعافيتي وديني ورزقي وصحتي لو كذبت بكلمة واحدة في كل كلمة قلتها في هذا البث المباشر أني ما سمعت له أي خطاب أو أي كلام إلى هذه اللحظة أساء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما واشدفاع عنه في ناس الآن حيفهم كلامي بشكل حمار ابن حمار ما سمعت شلال وطلعت في البث المباشر وأنا لا أدري أنه تحدث في هذه المواضيع نهائيا بتاتا أيضا أحذر أحذر الأخوة الذي بيحاولوا أو الذي بيطلعوا مع علي البخيتي أحذر نفسي وأحذر الكل علي بخيتي خبيث لدرجة لا يتوقعها أحد في حواراته في نقاشاته يتوهك يطلعك حمار يطلعك بغل يطلعك في الأخير لو أنت أكبر محاضر هذه مهرته هذه شغلته هذه شغلته أحذر 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 أولئك الذين لا يمتلكون من الوعي ومن الفكر ومن المجادلة ومن إلزامه الحجة لا يمتلكون هذه الأشياء كلها لا يظهروا شمعه سنترك هذا المجال لرجال الدين سنترك هذا المجال لمن يستحقون ويقيموا عليه الحجة أسأل الله عز وجل نوفقنا بهؤلاء الرجال الذي يوقفوا عند حده أكرر أكرر للمرة الثانية أعتذر من أعمى قلبي لكي يفهم لكي يفهم الضعفاء النفوس الذي يتهم نبي الأنس أنه طلع يروج لعلي البخيتي أو أنه يحب أو أنه يمدحه عن مديحي عن عقلية الصح يشهد بها الأعداء أعداء وكلنا أعداء يشهد بها أنه ذكي شهدت بهذا الكلام مدحت في هذا الكلام ذكي هو ذكي ذكي بخبث يعرف من أين يلعب يعرف أين يضع قدمه يعرف من أين يبدأ ومن أين يختم ذكي جدا لهذا أتمنى أتمنى أن الفيديو هذا يوصل للكل وتشاركوا ويوصل للكل عشان الناس الذي بيحبون وعشان الناس يعرفوا حقيقة الأمر ويعرفوا ما في النية ما شيش أحد يدخل لا نية أحد ما يجوز لأحد في الأرض قاطبة أنه يدخل في نية أحد ما حدش يعرف ما في نية الناس ما يعرف ما في النية إلا الذي خلقها ما يعرف ما في النية إلا الله أعتذر أشد الاعتذار ولن يتكرر هذا نهائيا بتاتا الظهور مع علي بخيتي أو من هم على شاكلته أعتذر من أعماق قلبي وأوجه رسالة لعلي الحجوري